أعرف للناس في شيء بسيط أن أبو تراب التميمي كان من أقرب وأحب الشخصيات إلى الحاج أبو مهدي المهندس هذه حقيقة شنو سر هذه العلاقة بين الاثنين ليش حتى أكون مزحة شقة سالفة مع أن الحاج كان ملتزم جدا بس بينك وبيننا نشوف فيديوه بعدين نسالف لا أنت اللي يناسبك أنا ما عندي مشكلة هو أنا ضيف عندك أنت فصل وأنا يلبس ممنون أنا شفت أول مرة من سألت أكو حزن في وجهك يعني كملت سؤالي صار أكو ابتسامة اليوم الحاج أبو مهدي الله يرحمه كان يجمع بين الحب والفرح والجهاد ليش بجهد لا ما بجهد بجهد لا ما أنت ذكرتني بهذا الموقف وهو حتشي لي على الموقف قبل ما نشوفه والله ما عقد راح شي بس تضعف تضعف شباب جيبوا لنا كلينكس بلا زحم عليكم تضعف أمام هذه الشخصية شنو ذكرياتك عليها هلا كنا طيب أنا عندي فيديو طبعا شباب عفونا هذا الفيديو ووحولي على فيديو الثاني لا شبرا هو خليك شوف خلي دموعك شباب طلعوا لي هذا الفيديو الثاني إذا تسمحون يلا ما دام إحنا بدينا شباب طلعوا لي شباب طلعوا لي شباب طلعوا لي شباب طلعوا لي خلونا نستطل على مدد تكون الصورة موجودة باقر آسف جدا بس هذا واقع الحال الموقف صعب الموقف محرج وين كنت ساعتها من صار هذا الحادث وينذكر ليا بعض الشيء يعني هذا الحادث صار الليل تجي مع رحمة الله علي أنا يوم الثلاثة العصر كنت يمي بالبيت هو كان تعبان مريض ضغط كذا تفاصيل وإجا لها حجي فالة حمارة ضاي حفظه وكان دكتور علي ولدي جاي عالجه كذا وهي ويوم الثلاثة العصر فأنا قلت لي أريد شسمه أريد أروحاً يعني كنت باقي عشرين يوم أكثر وهي فأروح أنزل أروح للبصرة الأهلي قال لي ماكو مشكلة أروح وتعال يوم الثبت ضروري أجي تجي قلت لي ماكو مشكلة أحد جاي و بالبيت سكنت بالبصرة أيوان سمعت الخبر صدقت ولا مصدقت لحظتها والله ما صدقت والله حبد الآن كأنه ما مصدق بس هو هذا الأمر كان متوقع يعني يعني شخصية مثل أبو مهدي إخلاصة للعراق إخلاصة للإنسانية للمشروع الإسلامي بالمنطقة ككل قدم رجل رجل ما راد فت شيء لا راد منصب ما عنده طموح غير الحياة الكريمة لكل العراقيين عيشون عايش حياة كريمة ليش يعني في تصريح لأحد السيدات النائبات العراقيات قالت كل اللي قدم لهم خدمة الحاج أبو مهدي المهندس بعد ما يعني توفى نكروا هذه الخدمة اللي قدم لهم ليش اليوم كثار من السياسيين أنكروا هذه الخدمات اللي قدم لهم والمساعدة اللي قدم لهم طبيعي المسألة مشهد سياسي مع احتراماتي إليك وللمستمعين مشهد بالعراق مشهد قذر بكل صراحة المشهد السياسي وأيضا هاي الشخصيات اللي تنصلت هي في حياة أبو مهدي كانت تحارب أبو مهدي وتوقف بوجهه وكذا كثير من الأمور شكرا